هذه المسيرة ووقفات ومسيرات أخرى عبر المغرب هي تعبر عن الهم المشترك والمشكل المشترك وقد ذكرته مرارا هناك توتر وعدم ثقة وعدم انسجام بين الإدارة المغربية والسياسات المغربية الرسمية وجمهور المواطنين لأن الخروج في هذه الوقفات والمظاهرات ومختلف هذه الأشكال التعبيرية هي ليست فقط تضامنا مع الريف هي تضامنا مع الذات لأننا جميعا نشعروا بما يشعروا به أهل الريف ربما في الريف هناك بعض المناسبات الإضافية وبعض الأحداث الخاصة لكن بالتأكيد أن الناس حين يخرجون الآن ويعبرون عن تعاطفهم مع أهل الحسيمة فإنما يعبرون عن هموم مشتركة وأوجاع مشتركة وهذا هو الذي يجب على المسؤولين أن يدركوه فالقضية لقضية الحسيمة ولا قضية الريف لأنه إذا قلنا المطالب الاجتماعية المسروعة لأهل الحسيمة فإن هي هذه المنطقة المغربية التي ليس فيها نفس المعاناة وأكثر ونفس الشكاوى وأكثر صحيح الآن أسباب معينة جعلت منطقة الريف تشتد فيها الاحتجاجات وتطول لكن المشكلة الأصلي مشكلة مشترك فلذلك أهل طنجة أو وجدة أو الدار البيضاء يتضامنون مع أنفسهم ويعبرون عن ما في أنفسهم ولذلك كانت هذه مسيرة أمس وطنية تعبر عن مشكلة وأزمة في المجتمع المغربي وأزمة في السياسة الرسمية للدولة الإصلاحات التي تمت في 2011 بدءا بالخطاب الملكي ثم ما تابعه هذه الإصلاحات أولا لم تتواصل لأن الإصلاح مصار وليس محطة أو نقطة زمنية محددة وثانيا تلك الإصلاحات نفسها شيئا فشيئا بدأ الالتفاف حولها وإفراغها من محتوىها وجميع الصحف بلا استثناء حتى لا نقول الفصل الفلاني أو الحزب الفلاني أو المنطقة الفلانية لا جميع وسائل الإعلام التي لها قدر من المصداقية والاستقلالية تتحدث منذ سنوات عن التراجعات عن الإصلاحات وإجهاضها وإفراغها من محتوىها وقد كانت 2016 شبيهة بـ 2010 كان الإجهاز على مكتسبات سابقة بدأت في أيام الحسن الثاني وتواصلت مع محمد السادس ثم بدأ الإجهاز عليها من 2003 و2008 يعني جيويتو إلى آخره الحكاية كان هذا الإجهاز بلغ أوجهه في 2010 ثم جاءت انتفاضة 2011 20 فبراير كعنوان لها فجاءت الإصلاحات في 2011 2012 2013 بدأ التراجع وبلغ أوجهه في 2016 تحضيرا لانتخابات أكتوبر 2016 ومن يتابع الآن الآن من يرجع فيتصفح عنوين صحف مثلا في هذه الفترة سيقرأ التراجعات المستمرة والتدخل الخطير لوزارة الداخلية وتشويه الإفساد ومسيرة الدار البيضاء الضغط على المرشحين تغييرات تنظيمية ومنع للمرشحين من نشاطاتهم إلى آخره إلى آخره هذه كلها فعلا 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 أعادتنا إلى إلى 2010 و2011 هذا هو المشكلة نحن في 20 فبراير أو 15 فبراير يعني قريبين من 20 فبراير إذا وعت الدولة ووعى المسؤولون القابضون على الأمور إذا وعوا الدرس يمكن بسهولة المغاربة لا يبحثون لا عن ضجيج ولا عن مظاهرات ولا عن احتجاجات هذه كلها أمور مستثقلة عند الناس جميعا يعني يضحون بأشغالهم وأوقاتهم ويغامرون أحيانا بسلامتهم هذا لا يفعله إلا الإنسان المضطر فالناس يبحثون عن حياة عادية وحياة هادئة فإذا بادر المسؤولون إلى إصلاحات إلى استئناف الإصلاحات بجدية ووضعوا حدا لهذه السياسات الانقلابية على المكتسبات كلما وقع مكتسب سرعان ما يقع والانقلاب عليه فهذه هذه الموجة من الغضب أظن سرعان ما ستتوقف لكن إذا بقيت الإدارة والدولة مصرة على ما هي عليه طبعا سننتظر تصاعدا هذا الشيء طبيعي جدا تصاعدا في هذه الاحتجاجات وأن الحسيمة ستصبح حسيمة متنقلة في المغرب